اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة التايمز ومقال لكاثرين فيليب بعنوان تراجع عدد المقاتلين الأجانب المنضمن لتنظيم الدولة الإسلامية وقالت كاتبة المقال إن عدد المقاتلين الأجانب المنضمن لتنظيم الدولة الإسلامية تراجع إلى 20% للمرة الأولى وذلك تبعا لتقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية وأضافت أن واشنطن تعتقد أن عدد مقاتلي التنظيم الذين يحاربون في سوريا والعراق انخفض من 31 ألف إلى 25 ألف ونقلت الصحيفة عن ستيف وارن أن المقاتلين الأجانب الذين نقلوا من وحدات النخبة في التنظيم لدعم وحدات المقاتلين على أرض المعارك في العراق وسوريا لم يتم إيجاد بديل لهم وأضف وارن أن انخفاض حجم الوحدات الخاصة في تنظيم الدولة الإسلامية يعكس قلة تدفق المقاتلين الأجانب المنضمين للتنظيم وأوضح وارن أن انخفاض عدد المقاتلين الأجانب يقابله ازدياد في أمور أخرى كالتجنيد الإجباري وازدياد تجنيد الأطفال ونقل عناصر وحدات النخبة الأجانب إلى القتال على أرض المعاركة وختم بالقول أنه عندما قتل طيران التحالف الجهادي محمد أموازي وهو بريطاني جهادي أصيب التنظيم بالهلع فعمد إلى تغيير مهمة عناصره وأماكنهم ونقرأ على موقع السورية نت مقالاً ليسين أقطاي بعنوان الشراكة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية قال فيه الكاتب بأن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي هو دعم مباشر للإرهاب ويظهر التناقض والتذرع الذي تحاول الولايات المتحدة إظهاره حيث تقوم بتعريف الإرهاب والإرهابيين بتوافق مع احتياجاتها هذا التناقض يقوم بإغراق الولايات المتحدة في عدم المصداقية نحو شركائها الاستراتيجيين في سياساتها الخارجية وتضيف الكاتبة إن أي دعم تم تقديمه للبيدي هو دعم صريح للأسد نفسه فالتقدم الذي يقوم به البيدي أعطى فرصة الإنعاش لنظام الأسد للسيطرة واستعادة مناطق قاموا بالسيطرة عليها مؤخراً إيران أيضاً تقوم بتقديم الدعم للبيدي فاليوم وبقوف الولايات المتحدة في العراق وسوريا في صف إيران ضد السعودية في حين كانت إيران عدوة للسعودية طيلة أربعين عام كانت الولايات المتحدة الحليف المقرب من السعودية لكن وبالرغم من أن إيران وبدعمها للأقلية الحوثية الصغيرة جداً قامت بتهديد الأمن السعودي قامت الولايات المتحدة بالتخلي عن حليفها الاستراتيجي وبدأت العمل مع عدو حليفها الولايات المتحدة بإدارة الرئيس باراك أوباما تعاني الصعوبات في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية في موقفها من أهدافها وبالعودة للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي فالدعم المقدم ليس لمحاربة داعش على العكس لمحاربة الطرف أكثر عداوة لداعش والمتمثل في الجيش السوري الحر حسناً ألا يظهر هذا الأمر؟ إن داعش هي جزء من هذا الاتفاق في الأصل ما هذا التوزيع في الأدوار؟ من المؤكد من يريد الفهم سيفهم وفي موقع تركبريست نقرأ موضوع بعنوان مسؤول تركي زيادة دعم المعارضة السورية أفضل سبيل للقضاء على داعش حيث أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن تزويد المعارضة السورية المعتدلة بالأسلحة النوعية أفضل سبيل للقضاء على تنظيم داعش والمجموعات الإرهابية المماثلة في سوريا وأوضح كالين خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بوثة على إحدى القنوات التركية الخاصة أن أنقرأ أعلنت منذ بدء ظهور داعش في سوريا والعراق بأن هذا التنظيم إرهابي وأنه لا يمكن القضاء عليه من خلال الغارات الجوية وحدها منشيراً إلى ضرورة العمل البري لوقف امتداد التنظيم في كلا الدولتين وفي هذا الصدد قال كالين منذ فترة ليست بقصيرة وطائرات التحالف تقوم بقصف مواقع داعش وإنني أعتقد أنهم لم يحققوا تقدماً ملحوظاً في وقف امتداد التنظيم فلا بد من زيادة دعم المعارضة المعتدلة لوقف هذا الامتداد وحول احتمال تدخل التركي البري في سوريا قال كالين نحن لا نطالب بالتدخل البري ولكن نشدد على ضرورة دعم المعارضة المعتدلة التي تحارب عدة أطراف في آن واحد داخل الأراضي السورية ورداً على سؤال حول القصف التركي على مواقع حزب الاتحاد الديمقراطي أوضح كالين أن هذه الضربات تندرج ضمن إطار تطبيق قواعد الاشتباك التي تتيح لتركيا حق الرد المباشر على أي اعتداء يأتي من الخارج وبالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالاً لعبد الرحمن الراشد بعنوان هل يتم تسليح المعارضة بالصواريخ؟ أشار فيه الكاتب إلى أن حديث وزير الخارجية السعودي عن تأييده لدعم المعارضة السورية بصواريخ أرض جو أعطى أملاً كبيراً في أجل تحصحيح كفة الحرب التي شهدت انقلاباً سيئاً لصالح نظام دمشق وقوات إيران وروسيا في الآوينة الأخيرة الأمل هو في إنهاء الحظر المفروض على الجيش الحر كمعارضة معتدلة حيث يتمكن من حماية مناطقه ومواجهة عمليات القتل والتشريد الواسعة التي تستهدف المدنيين ضمن مشروع واضح يهدف إلى تغيير الخريطة الديمغرافية في سوريا وثانياً دعم المعارضة من أجل إجهاض مشروع فرض حل السياسي في المفاوضات التي على وشك أن تبدأ يهدف للإبقاء على بشار الأسد ونظامه رغم الجرائم التي ارتكبها ولأنه لن تتدخل قوات تركية أو عربية أو دولية لحماية الشعب السوري الأعزل في مواجهة قوات نظام الأسد وإيران والقوات الروسية المتفاوقة عسكرياً يبقى الحل المعقول هو رفع قدرات مقاتل المعارضة بالأسلحة النوعية التي طالما حرموا منها لأسباب مختلفة بعضها بداع الخوف من أن تتسرب منهم وتقع في أيدي تنظيم إرهابي مثل داعش التي غالباً سيوجهها بالاتجاه الخاطئ ولا أتصور أن الحكومات الموالية للمعارضة ترغب في توسيع دائرة الحرب ولا الخروج عن قواعد الاجتباك المتعارف عليها مسبقاً بحيث لا تمتد إلى تركيا أو تدفع بالروس بشكل تام في صف الإيرانيين وحلفائهم ولو أن ما طرحه الوزير الجبير يتحقق بتسليح المعارضة بالصواريخ لاستهداف طائرات النظام السوري ومروحياته وإجبار الطائرات الروسية على طلعات أقل وعلى ارتفاعات أعلى تجنباً للصواريخ فإن هذا سيصب في مصلحة التعجيل بالحل السياسي الوسط المقبول لمعظم الأطراف وبين التورط في الحرب في سوريا ضد دقوات النظام السوري وإيران وروسيا من جهة وبين تعزيز وضع المعارضة عسكرياً ومعلوماتياً فإن الخيار الثاني يبدو أهوان الخطرين وأكثرهما استعجالاً وختام حلقة اليوم مع جريدة عينب بلدي ومقال لأحمد الشامي بعنوان البلطجي والسلطان يبدأ الكاتب مقاله بالحديث عن حرب العراق مؤكداً بأن العدوان الأمريكي على العراق لم يفشل بل إنه نجح في كل أهدافه هدف الأمريكي من غزو العراق كان ذبح السنة بسخاء وتوريتهم في حروب عبثية يكونون وقودها وضحاياها في الوقت ذاته وهو ما تم فعله إضافة إلى ذلك نقل الحروب إلى أراضي العدو السني وهو ما نجح فيه أيضاً بدلالة تحول كل مدن السنة تقريباً إلى جراوند زيرو مطابقة لأطلال مركز التجارة العالمي مع عدد من الضحايا بنسبة ألف مسلم مقابل كل أمريكي قتل في الحادي عشر من أيلول عام 2001 مع ذلك كان هناك من يواجه المارينز في العراق فمن كان وراء هؤلاء الدعم الضائل الذي تلقته الفصائل التي قتلت الأمريكيين في العراق لم يكن كافياً بأي شكل من الأشكال لجعل الأمريكيين يرحلون أو يعترفون بالهزيمة لكنه كان كافياً لإقلاق راحة العمسام ورفع كلفة الاحتلال قليلاً الأمريكيون لم يرحلوا لأن القاعدة هزمتهم ولكن لأن الشعب الأمريكي لم يرد أن يدفع فلساً واحداً لإعمار العراق الذي دمره السفاح بوش الصغير وأكمل أوباما تخريبه وتسليمه لإيران من دعم الفصائل التي أسمت نفسها مجاهدة؟ كانت الدول الإقليمية التي ترى في النفوذ الفارسي خطراً عليها وهي السعودية وتركيا بعدما استهلكت إيران نظام العصابة في سوريا حتى النقاع جاء دور الزبون الروسي ليستفيد من خدمات النظام العاهر هذا بوتين أتى لكي يقوم بما فشلت فيه قوات الولي الفقيه التي حاولت اجتياح حلب العام الماضي وفشلت بفضل الدعم والتدخل التركي المحدود لصالح الثوار هذه المرة تكالب على الشمال السوري كل أفراد حلف الشر الدولي هدف حلف الشر الدولي هذا وهو تركيا وليس إنقاذ النظام الأسدي الذي يعاني من كثرة الزبائن لا من قلتهم المطلوب هو سحق أحلام أردوغان ومحو نجاحاته السياسية والاقتصادية وإعادة تركيا لما كانت عليه في الماضي دولة هامشية تتسول على أبواب الغرب والناتو ولكن تحت البوت الروسي هذه المرة وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة